مشاهدي الفضائية الشادية في كل مكان أهلا بكم في النشرة الأخيرة اختتمت عصر اليوم فعالية أعمال المنتدى الإفريقي للشباب الذي احتضنته العاصمة الجمينة بفندق راديزان بلو وقد ترأس هذه المناسبة فخامت رئيس الجمهورية إدريسيا دبيتنو بحضور معالي رئيس الوزراء ورئيس الجمعية الوطنية وبعض من أعضاء الحكومة تحضن هذه المنتدى الشباب الإفريقي عدة توصيات وقرارات انصبت جلها خدمة الشباب الإفريقي الطموح الذي يسعى دوما إلى الرقي والتقدم للقرى الإفريقية إليكم التفاصيل التالي خالصت عمال المنتدى الأفريقي للشباب الأول من نوعه بسياغة توصيات تضمنت خمس نقاط بارزة وكل نقطة تحتوي على عدة مطالب أولا التربية والتدريب حيث طالب المشاركون في المنتدى من رؤساء حكومات ودول القارة الإفريقية بضرورة تكامل التدريب المهني في المدارس والمؤسسات التعليمية العليا تطوير التكنولوجيا والعلوم وإدخال الأفريقانية كمادة دراسية في المناهج المدرسية لغرس حب القارة السمراء في نفوس أبنائها كما طالبوا المساهمة الطوعية للحكومات وقادة الدول بدعم المبادرات الشبابية بعد تأسيس صناديق دعم الشباب وفي مجال الحكم واستقلالية الشباب إلغاء القوانين التي تحرم الشباب من التنافس الانتخابي وضرورة المشاركة العملية لقادة الدول في المنتديات الشبابية وجلسات الخوار الفكري أما الأمن والسلام والهجرة فهي تشكل تحديات حقيقية أمام الشباب الأفريق لذا فإن المشاركين طالبوا صناع القرار بوضع آلية الاستيعاب العائدين واللاجئين تحمل أعباء الأرامل والأيتام ضحايا الحرب العمل على ضبط المجموعات المسلحة بطرق غير مشروعة منح الشباب الفرص لتقليد مناصب مسئولية رفيعة المستوى إضافة إلى أهمية تحريك بيعثات الوساطة لحل النزاعات في بعض دول القارة وتسوية الخلافات وكسر الحواجز بين الدول الإفريقية وخاصة للطلاب بفرض حرية التنقل كانت توصيات المنتدى في المجال الصحي قد ركزت على ضرورة مكافحة العادات الضرة ونشر الوعي للحد من زواج الأطفال والحمل المبكر وعمليات الإجهاد السرية كما طالب المشاركون بتأسيس مراكز خاصة بالشباب تختص بالعناية الصحية وتوفير سبل محاربة الإدز والكبد الوباء والأمراض التي تفتك بحياة الشباب بالإضافة إلى تمويل مشاريع الشباب في إطار ترقية العمل والتحسين الحياة الاجتماعية مع الاهتمام بالاستثمار في المقاولة للشباب وعقب قراءة جملة التوصيات المقترحة للقادة الأفارقة فقد فتحت فرصة للخوار والتبادل بين رئيس الجمهورية دريس دبيتنو والشباب المشاركين وقد تحدث عدد من الشباب بكل حرية تناولت مداخلاتهم مجالات عدة رد عليها رئيس الجمهورية قائلا يجب على أبناء القارة السمراء خلق رؤى مستقبلية حافلة بالوعود من أجل مستقبل قارتهم متمنيا بأن لا يعيد التاريخ نفسه وتعود القارة إلى الأحداث التي عاشتها في فترة جيلهم أبدأ تحمسا شديدا في قضية الشباب الأفريقي وأدرك رئيس الجمهورية بأنه يجب على القيادات الإفريقية الشعور بمسؤولياتهم تجاه الشباب وذلك بالاستثمار الجيد للموارد وعقب ذلك قدم اتحاد الشباب الأفارقة هدية لرئيس الجمهورية الرعي الرسمي للشباب وهي شعر الاتحاد الأفريقي هدية أثارت شعور رئيس الجمهورية بالفرح وأكد بأنها ستلازمه مدى الحياة وتظل كرمز للأجال القادمة وقد اختتم عمال المنتدى رسميا رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس دبيتنو حيث ألقى خطابا ضافيا وقد هنأ فيه الشباب على وعيهم وإدراكهم بقضاياهم مؤكدا أن الرهان الذي ثبتت عليه هذه الجلسات قد تم في جو أخوي إفريقي وقد تم كسب الرهان كما طمأن الشباب بالالتزام المشترك للقادة الأفارقة ليس لإزدهارهم فقط بل لإزدهار الأجال القادمة كما أكد بأن هؤلاء الشباب قادرون لرفع التحدي وضمان مستقبل القارة الأفريقية وأنه سينقل هذه التوصيات حرفيا إلى نزرائه القادة الأفارقة في القمة العادية المقبلة للاتحاد الأفريقي في اليومين القادمين من أجل ملء هذه الصفحة الجديدة بالإنجازات لصالح الشباب ووقف حالات الوفيات التي يتعرض لها الشباب غرقا في البحر الأبيض المتوسط خلال الأعبور إلى أوروبا ترجمة نانسي قنقر